موسيقى نحن حقيقة على مشارف مرحلة تاريخية جديدة فالعالم يشهد الآن تطورات كبرى وتحولات سريعة سيمتد أثرها ليطال العلاقات الدولية والفضاء العمومي وأنماط التدين والحياة الحزبية وسلوك الأفراد والمجتمعات وما إلى غير ذلك وهذه التحولات هي وليدة ما يسميه أو ما استجد على مستوى ما يسميه براد سميث خليفة بيل جيتس بالتولز اند ويبنز بمعنى أدوات وأسلحة فكما لا يخفى لكل مرحلة تاريخية أو لكل زمن أسلحته وأدواته الخاصة به التي يتم بفعلها صياغة أنماط العلاقات ما بين الإنسان والإنسان الإنسان والطبيعة ما بين الإنسان والسلطة الإنسان والقوة وما إلى غير ذلك اليوم الدكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حياتنا السياسية وحياتنا الماض تديننا وما إلى غير ذلك لو أخذنا الحزب على سبيل المثال فالحزب تاريخا الحزب هو ثلاثة أشياء في الواقع هو إيديولوجيا معلقة في السماء وبرنامج سياسي يتوخى منه أو يتوخى منه تنزيل هذه الإيديولوجيا إلى أرض الواقع وإثبات مدى مصداقيتها على أرض الواقع وشريحة عريضة من من يتشيعون لأفكار الحزب ويستميلهم الحزب ببرنامجه وبإيديولوجيته ولكن اليوم نمط التواصل ما بين الحزب وهذه الشرائح التي تتشيع له أو تنتصر لبرنامجه السياسي تغير الأحزاب التي ما تزال تعتمد الأساليب القديمة فمحكم عليها بالزوار والفناء ترامب على سبيل المثال أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يوجه خطابا واحدا إلى المرأة هكذا في العموم وإنما قام بتقسيم المرأة إلى ثلاثين شريحة على الأقل فوجه لكل شريحة خطابا خاصا بها حتى يستميلها ويجعلها تنتصر له وتنتصر له فهناك المرأة المطلقة هناك المرأة من الجنوب المرأة من الشمال المرأة المتقاعدة المرأة ربط البيت التي لا تشتغل المرأة على أين؟ شرائح مختلفة ولكل شريحة من المرأة خطاب خاص بها ما كان لترامب أن يوفق في هذا المسعى لو لا وجود دكاء اصطناعي أو شركات دكاء اصطناعي تتولى جمع المعلومات من وسائل التواصل المجتمعي ثم تتولى تقسيم أو توزيع الخطاب بحسب خصائص كل شريحة هذا معناه أن الديمقراطية الآن أصبحت رهينة أو العمل الديمقراطي الفعل الديمقراطي المسلسل الديمقراطي أصبح رهين ب ما تتيحه شركات تكنولوجيا من أدوات وأسلحة جديدة اليوم على سبيل المثال حتى أنماط التدين أنماط التدين نحن أمام وعد رقمي جديد هذا الوعد يختلف تماما عن أنماط الوعد التقليدية التي كانت تتم في زمن مقدس الوعد الرقمي قد يأخذ مثلا كلمة أو يأخذ خطبة من إمام جليل ألقاها حول العدل يأخذ هذه الخطبة ثم يضيف جملة فقط أو كلمات تحدد لهذه الخطبة مصار تأثير ومساق تأثير جديد بحيث يربطها بأحداث جرت هنا أو هناك فتصير الخطبة وكأنها ألقيت لتؤثر في هذا السياق الجديد بمعنى الوعد الرقمي صار يحدد للوعد التقليدي في الزمن المقدس والمكان المقدس صار يحدد له مصار ومساقات التأثير والوعد حين صار يصلني ويصلك عبر واتساب على سبيل المثال هنا يخرج أو نخرج الوعد من زمنه الديني المقدس إلى زمن الرقمي بحيث تصلك المعلومة الدينية أو الوعد الديني في وسط كم من هائل من المعلومات السياسية الاقتصادية حتى الرياضية أو حتى المستملاحات وما إلى غير ذلك فالآن وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا بفضل أو بفعل ما تستحوذ عليه من دكاء الصناعي تستطيع أن تغير أنماط التدين أشكال التدين أشكال الوعي بذواتنا وحتى الحياة الحزبية والحياة مثلا السياسية أو المسلسل الديمقراطي الآن هو مسلسل تتحكم فيه شركات التكنولوجيا التي تتوفر على الذكاء الصناعي الآن يتم تحريك العاطفة وتحريك الذاكرة لاستمالة الإنسان حتى انخرط في عمل سياسي أو لتعبئة الإنسان لنصرة هذه القضية السياسية أو تلك القضية السياسية لم تعود الحياة السياسية ما كانت عليه بمعنى حياة طويلة الأمد تقفض انخراط بالتدريج في بعض الغايات الكبرى التي ترسمها الأحزاب وتجمع لها الطاقات وتحشود لها الألوف من الناس ولكن اليوم مجرد تحريك ذاكرة أو تحريك عاطفة يؤدي إلى انخراط في فعل سياسي أو في مسلسل ديمقراطي هذه التحولات وغيرها تقتضي منا وعيا جديدا ومتابعة حتى لا نكبكب في زمن رقم جديد يستعصي عليهم فهم ما يحصل فيه ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلطف لأن المرحلة الجديدة مرحلة عصيبة على من لا يتوفر على وعي بخطورتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر